ولكن في نفس الإطار دكتور خالد يعني السنة التي نودعها شهدت أيضا مرة أخرى حراك دبلوماسي فيما يخص الملف في الليبي وأطراف النزاع في ليبيا وسهم المغرب منذ 2015 ارتفاق صخيرات بما وصلنا إليه اليوم على الأقل من بناء مؤسساتي صحيح بصيغة مؤقتة من أجل عملية ديمقراطية تحدث فيها انتخابات عما كانت مقررة في 24 من هذا الشهر إلا أنها تأجلت ولكن على العموم خرجت ليبيا من النفق المسدود تونس هي الأخرى شهدت وقوف المملكة المغربية إلى جانبها لا أريد أن أعود بك إلى الماضي البعيد نوعا ما والزيارة الملكية التاريخية لتونس التي استمرت لأيام وفي غياب تام للبروتوكول وجلسات هنا وهناك جولات في شهر الحبيب بورقيبة منحت صورة عالمية لتونس على أنها واحد أمن وأمان في وقت كانت في تونس تبحث عن ذلك في المستجدات هذه السنة مستشفيين ميدانيين هناك في تونس لمساعدة الأشقاء على تجاوز المحنة التي تسببها فيروس كورونا إن أردنا أن نحلل خطوات المملكة المغربية وسياستها الخارجية من بابها التضامن ومن باب الحس التعاطف والوقوف إلى جانب الأشقاء والرغبة في بناء مستقبل مشترك سنجد أن المغرب دائما وأبدا يقدم عربون المحبة ماذا عن الأطراف الأخرى؟ هو في الحقيقة أن المغرب دائما يهب لنجدة الأشقاء المغاربين بدافع الأخوة وبدافع التاريخ المشترك والمصير المشترك المغرب كان فاعلا أساسيا في الملف الليبي وقوة المغرب في هذا الملف تتمثل في أنه لا يقترح أي مبادرة ولا يريد أن يملي أي إرادة على الأشقاء الليبيين بل كانت له نظرة جد مسؤولة إلى هذا الملف الشائك ودائما ما حضر الليبيين بأن زيادة اللاعبين الدوليين في الملف الليبي وزيادة عدد المؤتمرات الدولية الخاصة بليبيا تزيد فقط من الأطباع ومن تحلق الدئاب الإقليمية حول الشقيقة ليبيا التي تعد خزانا للنفط والغاز ولها مساحة شاسعة والتي يهمنا كمغاربيين استقرارها لأن استقرارها من استقرار منطقة المغرب الكبير كذلك المغرب اتجه نحو تونس ودائما يعتبر أن هناك علاقات تاريخية تجمع ما بين تونس والمغرب خصوصا في أيام الحرب الباردة حيث أن تونس والمغرب كان دائما في نفس الصف الليبرالي الديمقراطي المحافظ وبالتالي هذا من قبيل الواجب مما يعتبره المغرب واجهة تجاه الإخوة التونسين كذلك بالنسبة للجار الشرقي الجزائر عندما اندلعت الحرائق في شمال الجزائر كان هناك عرض مغربي بإرسال طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق ولكن للأسف العقيدة المعادية للمغرب من طرف النظام الجزائري لم تفلح في جعل المغرب يهب لأداء واجبه تجاه أشقائنا الجزائريين إذن المغرب حاضر يقوم بواجبه تجاه منطقة المغرب الكبير يعتبر أنه يجب وضع حد للمشكل المفتعل في الصحراء المغربية يجب أن يتلاحم الشعبان المغربي والجزائري وكان هذا دائما نداء لجلالة الملك محمد السادس لأننا نرى أن الحدود هي في الحقيقة كلها حدود نفسية وأن المغرب الكبير سوف يلغي فكرة الحدود ويسمح للشعوب المغربية بمعانقة هذا الحلم المغاربي الذي للأسف يبتعد مرة أخرى بسبب ممارسات حكام قصر المرادية لذلك المغرب لا يريد أن تبقى حالة اللاسلم ولا حرب يريد أن نتجه نحو حل هذه الأزمة التي هي من بقايا ومخلفات الحرب الباردة وإذا لاحظتم أن اتحاد المغرب العربي كان قد أنشئ سنة 1989 وهي نفس السنة التي سقط فيها الاتحاد السوفيتي وعدد من الدول التي كانت تدور في فلك حلف وارسو وفي فلك الاتحاد السوفيتي التحقت بالاتحاد الأوروبي وبالمعسكر الغربي الليبرالي وكانت الفرصة سانحة أمام الجزائر وبشكل آخر أيضا ليبيا لكي تسهم في اتحاد مغاربي يقوم على الديمقراطية وعلى البحث عن التنمية للشعب المغاربي برمته ولكن تم تفويت هذه الفرصة كما يتم تفويت العديد من المناسبات خصوصا عندما ينهج جلالة الملك محمد السادس دائما سياسة اليد الممدودة نحو الجزائر لأن جزائر والمغرب يمكن تشبههما بالتوأمين كما قال صاحب الجلالة ويمكن تشبهما بالتنائي الألماني الفرنسي الذي يقود قاطرة الاتحاد الأوروبي